وأضاف مدبولي أن تمكين القطاع الخاص وإكتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد يأتي على رأس أولويات أجندة الحكومة كما لفت مدبولي إلى أن الحكومة تتحرك بخطة شاملة للتأكد من ضمان توفر العملة الأجنبية في الأسواق خلال عام 2023 بدأنا بفعل أن نشهد تطور في سيولة العملة الأجنبية وكذلك المزيد من اكتذاب للمستثمرين الأجانب وفي هذا الصدر نحن نتحرك قدما بخطتنا الشاملة لتأكد من ضمان توفر العملة الأجنبية في الأسواق خلال عام 2023 وعندما نأتي للحديث عن الاستثمار فتمكين القطاع الخاص وإكتذاب الاستثمار الأجنبي للبلاد هم على رأس أولويات أجندتنا وأود أن أؤكد للجميع أن هذه ليست خطة خمسة أو عشر سنوات فقط ولكنها خطة عام 2023 فهذه استراتيجية نعمة تضع الاستثمار والنمو القائم على الاستثمار وندماذج الاستثمار الشامل في لب التنفيذ